بالتعاون مع منظمة بغداد لإزالة الألغام والقنابل العنقودية أقام قطاع رعاية الصحية في قضاء هيت ندوة من أجل توعية الأهالي حول مخاطر الأجسام المشبوهة والعبوات الغير منفلقة وضرورة تبليغ الجهد الهندسي بها قيام بإلقاء محاضرة على الكوادر في قطاعنا حول مخاطر المخلفات الحربية والأجسام المشبوهة والغير منفلقة وبالأخص مناطرنا تعاني من هذه الظاهرة كونها خارجة من عمليات عسكرية بعد تحريرها من عصابات داعش الأرهابي الهدف منها هو توعية الكادر وتوعية الناس إلى مخاطر الألغام والعبوات الناسفة وتعرف معرفة أنواع وأشكال العبوات الناسفة وكذلك الغير منفلقة الموجودة في هيت ومن أجل الحفاظ على أرواح المواطنين من المخلفات العسكرية تقوم منظمة بغداد وبدعم مباشر من اليونسيف وبتمويل من الحكومة النرويجية بحملات توعية في أغلب مدن محافظة الأنبار في كيفية التعاطي لإزالتها كمشارك في الدورة استفدت كثيرا من هذه الدورة في توعية من الأخطار الألغام والمخلفات الحربية نظرا لوجود عمليات عسكرية في مناطقنا كون مناطقنا شهدت معارك عسكرية وعمليات تحرير من العصابات الإرهابية قامت برشة عمل في قطاء صحة قضاء هيت وكانت جيدة جدا لتوعيتهم من المخاطر والألغام والقنابل الغير منفلقة في المناطق المشبوهة يذكر أن قضاء هيت الذي تم تحريره قبل أكثر من عامين لا زالت مخلفات تنظيم داعش تحسد أرواح المواطنين الأمر الذي دفع بالأهالي لحضور هذه الندوات للتعرف على كيفية التعامل معها من أجل سلامتهم لقناة الفلوجة أمجد الكوبيسي